السلام عليكم يا شباب. آآ هذا الفيديو راح نتكلم عن التحديث اللي راح يجي بعد اسبوع تسوطعاش فاصلة واحد. واهم الاضافات اللي راح تنزلها البوبجي ستين بالتحديث خاصة اه اتكلم عن الماب الجديد ديستون. راح البوبجي تضيف اداة آآ يعني تقدر تقول عنها اداة هكر حرفيا اداة هكر كاشف رادار. آآ راح يعني آآ نمشي المقالة صورة صورة ونشوف يعني اهم التحديثات واهم الاضافات اللي راح تصير بهذا التحديث. وفي رابط آآ فيديو لشخص آآ يوتيوبر معروف جدا واكي جاكي. آآ جربت التحديث وجرب الاداة هاي بتاع الهكر. وراح تشوفون بالفيديو بتاعه راح تقوم الرابط بالوصف راح تشوفون يعني اشتون هالآ 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 بالضبط تشتغل. واشتون تتعامل معها واشفعتها واشارتها دول يعني من. فالمهم خلنا نبلش آآ بالمقالة اول الشيء واللي راح يضيفوه على الماب الجديد هو سلاح آآ 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 يعني سلاح اسم جي مثل الفكتور واليوم بي واليوزي. لكن الشيء معروف يعني احنا ما نحب ابدا آآ تحت الاسم. نادرا ما تشوف واحد يلعب سلاح اسم جي. كما الباقية كلهم. لكن انا انا عن نفسي اتوا اشوف الايكي والبيرول والمفور اكتر من كافي. يعني باقية ما لهم نادرا ما شوف. الثاني اضافة راح ينزلوها على الماب الجديد هو السيارة آآ سيكوريتي كار. مهم هذا برضو راح تضيفوها بالماب الجديد آآ هاي هي اداة الهكرة يا شباب متن ما كمش هادها وشكلها تقدر تلوتها آآ غالبا تلقاها بال بالمناطق الابنية العالي ما بعرف زي بتعرفوها المكانات روحت عليها من قبل او اذا انت لعبت ما بعرف زي انت من قبل. فجربوا غالبا راح تكون موجودة هناك. حسب انا ما شفت بالفيديو بتاع هذا ال. واكي جاكي. فصعب انك تلقاه يا شباب توقع انه صعب البوجي توفرها كثرة بالماب او بالجيم. ممكن يحط اربعة خمسة اتوقع. لكن آآ و حتى يعني مثل ما انا اقرأ هون جوة آآ فيك تشوف يعني على الشاشة لمدة خمس ثواني يعني تفعل الرادار وتطفى. يعني مو بس مرة واحدة لا اكتر من مرة. آآ وهون برضو حاطين على آآ مداها ميت متر. آآ بشكل آآ آآ دائرة. مثل مموضح بهاي هون بصورة هاي. ما كم شافين انت دائما تكون آآ نقطة زرقة بالوسط بوسط الدائرة وعلى مسافة ميت متر بكل الاتجاهات. مئة وستين درجة. هاي النقطة الزرقة هون اللي بعيدة عنك شوي. هو هاي النقطة هما هذول الأنمي يا شباب. فوقت لانك تشغل هذا الرادار آآ ففورا راح يشوف لك مكان كل شخص آآ آآ صاير جوه الميت متر. ميت متر او اقال. ما كم شافين بصورة. مثل ما قلت لكم وراح برضو خليكم آآ رابط فيدي الشخص لعب لعب الماب جيد. واجرب هالأداء هاي. آآ لانه هاشي راح يسوي البوب جي لعبة فورتنايت. فانا اكره هالشي هذا. آآ اتمنى يعني. اكثر ايشي يخلون خمس. خمسة الدروع بالماب. ما بعرف اذا هذا يعني اذا اكل دمج كتير راح ينكسره ولا لا. بس اذا كسر بيكون افضل. المهم آآ برضو راح نزيلوا هذا الدرع. آآ يجيك تستخدموا مناطق الاوبن. انت مثلا آآ منطق مفتوح. او ران شفت نيمي. ما بعرف ايش. اللي يمحيرني آآ كم وقت بدك يا عشان تفاعل هذا آآ آآ بصراح هذا النقطة الاساسية لانه ازا كان ال بدك خمس ثواني عشان تفاعل الدرع فانس انت ميت يعني ما ما لوا اي داعي هالدرع هات. لكن اذا بشكل سريع ثلاث ثواني او ثانيين فهاشي حلو. آآ برضو اتوقع يرجع الماب آآ هافن هذا الماب. اللي اكروه بصراحة المظلم اللي يشبه. برضو راح نشوف هون آآ مظلة الرنكت. بتاع الموسم تسلطعش. موسم يجاي بعد يعني ما اشي. رنك جولد. وهي المظلة اللي راح ناخدها برضو عن موسم ١١١ يعني باقي له يمكن تقريبا اربعة خمس ايام من تاريخ نزيل فيديو. آآ الصراحة المظلتين تشكلهم جدا حلو خاصا مع هذول الاجنحة مثل ما قلت افين. هن آآ ١١٫ و الزخرفة. موسم يزون ١١ٓ. كله بصراحة المظلة وحتى هي البردو حلو. توقع التنتين يعني فارن التنتين بين بعض ما نشوف انها يعني يعني تقريبا متشابهات لكن الالوان آآ هذول هما اهم الاضافاتي الشباب اللي آآ آآ اللي آآ اللي آآ محصتان بهذا التحديث اللي راح يجي. وهم اضافة مثل ما قلتكم هي الهاكر رادار حرفي الرادار توقع ذهد از ازا تنزل هذا بالرنكدب النورمال يعني راق المبات خلص الواحد ما في داعي يشتري اه 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 اشتراك شهري اه اه رادار او مو بحرف ايش خلاص هذا بيكفي وبيوفي على مساوية تميت متر اكثر من هيك ما بدك لانك ازا وقت اتبوش فاكيد انت تعرف مكان الانمي داخل البيت وين موجود. فهذا هو يعني اخذ خرب كل اللبس. بس انا اشوف يعني هالاضافة جدا غبية من فابدا ما انا موافق على هالشي انا انا شخصيا ابدا ما انا موافق على هالشي. فاعرف انه نحن هلكنا وتعبنا من مشكلة بس بنفس الوقت يعني اذا انت بدك تبش على واحد او هو واحد باش عليك يعني رح يكشف كانك بكل سهولة انا مبسوط انه هالشي بس رح يكون موجود بمابت ديستون الماب الجديد وما رح يكون موجود بباقي المابات فهالشي ما يهمني ما عادي يهمني. وهذا الدرع اضافة حلوة تمنى تنزل بوب جي بكل المابات بس بشرط واحد انها ما تنزلوا بكثرة. فانو ازا نزلت الدرع بكثرة فصعب كتير انك يعني تحصل نوك واحد وتقل. حاصل ازا كان بلوك. هالشي حلو اضافات حلوة شباب. اتمنى البوب جي ما تبالغ بالاضافات بتاعتها. واذا نروح نشوف من داخل النسخة التجربية. انا رحت اشيك على المتجر فما شفت اي اضافات البوب جي بنزلتها. ما بعرف يعني تنزلوا الاسكنات مثلا والاضافات وقت ينزل التحديث على السر على النسخة العالمية. ولا شلون? ما بعرف. اذا حتى يعرف الشباب يكتب لنا تعليقات. برضو ازا نشوف الواجهة النورمال والرنكت. نشوف انها متغيرات عن اللي كنا نحنا معتدين عليها ونفس الاشي. وشغلة واحدة الاحظة انه سولو والديو يعني اللعب الفردي والثنائي شالو. هل هالشي انه شالو من نسخة تجربية لانه عدد اللعبين قليل وراح يخلوه اضاف بالنسخة العالمية. ولا برضو راح يشيلوه من النسخة العالمية. يعني هالشي جدا سيء من البوب جيز راح تتوويه بالنسخة العالمية. طبعا السولو بالرنكت نعرف صعب. صعب انك تلعب سولو. لكن انا شوفون ان في سولو ما في سكواد. وهالشي منطقي لانه اللعبين نسخة تجربية مش كثيرين قليلين جدا. اتوقع انه هالشي ما دخلوا بالنسخة العالمية. وراح يخلوه كل شيء نفس على حاله. راح يسومين فيه اختلاف. هذا كان اهمت الاضافات الشباب. يعني اللي راح اصير بالتحديد الجاي. آآ الاسكنات ما قدرت اتشوف ولا اسكن. طراح مش موجود. خير اللي موجودات بالآآ الموقع الرسمي. نروح نروح لتاحد نشوف تولي اسكنات بس ما مش متأكد دول اسكنات قديمات لو جدات. مهم. هذا كان كل شيء شبابات منكم اتمنى انكم استفدتم بالمشاهدة واستفدتوا. وعطونا رأيكم بالانتالة الجديدة بتاع الرادار و بتاع الدراع. شكرا لكم في دجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته